بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أهلا بكم بنات الطلاب والطالبات في درسي اليوم من مادة رغتي للصف الثاني تاهلي فكري اليوم بإذن الله سنتابع درس ضرف الزمان وضرف المكان لكن يجب أن ننتبه لهذه التعليمات أريد منكم أن تبقوا هادئين أثناء المتابعة مع المعلم كذلك أن نكون في مكان هادئ بهضاء وتهوية مناسبة من الضروري وجود أحد أفراد الأسرة البالغين بصحبتنا حتى يساعدنا في عملية التعلم لا تنسوا أن تحضروا كتاب مادة رغتي طيب ضرف الزمان وضرف المكان ذكرنا في السابق أن ضرف الزمان وضرف المكان هي كلمات تدل على شيء معين ما هي هذه الأشياء التي تدل عليها؟ كلمة تدل على زمان أو مكان حدوث فعل ما إذن زمن حدوث الفعل سنسميه ضرف زمان مكان حدوث الفعل سنسميه ضرف مكان إذن ضرف الزمان دائما يرتبطوا بزمن أي وقت حدوث هذا الفعل متى حدث هذا الفعل؟ مساء صباحا ليلا نهارا هذا زمن حدوث الفعل طيب مكان حدوث الفعل أين حدث هذا الفعل؟ إذن هذه ظرف الزمان وظرف المكان كلمة تدل على زماني أو مكاني حدوث فعل ما طيب ظرف الزمان يمكن السؤال عنه دائما بمتى تذكرون عندما أخذنا أدوات الاستفهام ذكرنا أن متى هي أداة استفهام للسؤال عن الزمن المطلق هذا هو استخدامها إذن الآن نستطيع أن نسأل عن ظرف الزمان بأداة الاستفهام متى فنقول متى وقع هذا الفعل طيب متى تناولت وجبة الإفطار ستكون الإجابة ماذا تناولت وجبة الإفطار صباحا إذن صباحا ظرف زمان استطعت معرفته عن طريق سؤالي بعلامة أداة الاستفهام متى متى يتناول محمد وجبة العشاء يتناول محمد وجبة العشاء في المساء إذن المساء هنا ماذا باللون الأحمر؟ المساء ظرف زمان كلمة المساء هي ظرف زمان طيب كيف عرفناها؟ سألنا بمتى قلنا أن متى هي أداة استفهام للسؤال عن الزمن لذلك نستطيع معرفة ظرف الزمان في الجملة عن طريق السؤال بهذه الأداة بأداة الاستفهام متى؟ أقول متى يتناول محمد وجبة العشاء؟ الإجابة يتناول محمد وجبة العشاء في المساء إذن المساء هي ماذا؟ هي ظرف الزمان الذي حدث فيه الفعل متى حدث الفعل؟ مساء ما هو الفعل؟ تناول وجبة العشاء الأكل الفعل هنا هو الأكل نلاحظ في الصورة ماذا يفعل الولد؟ ماذا يفعل محمد؟ يأكل إذن هذا هو الفعل طيب زمن حدوث الفعل؟ مساء قلنا أن ظرف الزمان هو زمن حدوث الفعل إذن متى وقع هذا الفعل؟ فعل الأكل متى حدث؟ حدث مساء إذن كلمة مساء هي ظرف زمان لماذا ظرف زمان؟ لأنها دلتنا على زمن حدوث الفعل طيب ظرف الزمان مثل ماذا؟ لاحظوا أمامكم في الصبورة هذه ساعة تدلنا على ظرف الزمان لأننا لاستطيع أن نحسب بها الزمن فنقول مثلا اليوم غدا بعد ساعة كل هذه ظروف زمان طيب لو قلنا مساء أو صباحا نهارا ظهرا هذا ظرف زمان أيضا طيب لو قلنا مساء ليلا فجرا هذه أيضا ظرف زمان إذن هذه بعض ظروف الزمان يوم ليلة سنة شهر ساعة دقيقة هذه كلها ظروف زمان أي ظرف زمان زمن أو وقت حدوث الفعل زمن أو وقت حدوث الفعل الجملة الماضية قلنا ماذا؟ يتناول محمد وجبة العشاء مساء إذن مساء ضرف زمان طيب ألعب الكرة عصرا إذن عصرا ماذا؟ أيضا ظرف زمان لماذا؟ لأنها كلمة تدل على زمن على زمن على وقت زمن أو وقت حدوث الفعل إذن هذه بعض ظروف الزمان أمامنا استطيع أن نقول ساعة ظرف زمان نهارا أيضا ظرف زمان يوم ظرف زمان صباحا مساءا هذا ظرف زمان طيب مساءا ليلا فجرا أيضا ظرف زمان سنة شهرا هذه أيضا ظروف زمان وهي الأوقات التي تحدث فيها الأفعال وقت حدوث الفعل أو زمن حدوث الفعل طيب ظرف المكان يمكن السؤال عنه بأين قلنا أن ظرف المكان ماذا يعني؟ يعني مكان حدوث الفعل طيب كيف أعرف ظرف المكان في الجملة؟ عندما أسألوا بأين تذكرون أيضا في درس دوات الاستفهام قلنا أن أداة الاستفهام أين تستخدم للسؤال عن الأماكن كل مكان أريد معرفته سأسألوا بأين أين القلم؟ القلم في الحقيبة الحقيبة مكان عرفت أين موقع القلم؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق السؤال بأين؟ أين ذهب أبي؟ ذهب أبي إلى المسجد المسجد مكان كيف عرفته؟ عن طريق السؤال بأين؟ طيب أين الكرة؟ الكرة تحت الكرسي أين تحت ظرف مكان؟ أين العصفور أمامكم؟ في الصورة أمامكم أين العصفور؟ العصفور فوق الشجرة إذن فوق ظرف مكان وسنتعرف الآن على بعض ظروف المكان كذلك إذن أسأل بأين لمعرفة ظرف المكان؟ الآن لدينا صورة صندوق وكرة أين هي الكرة؟ لاحظوا أنني سأعرف مكانها عن طريق السؤال بأداة الاستفهام أين؟ باللون الأحمر أين الكرة؟ طيب الكرة خارج الصندوق أين الكرة؟ الكرة خارج الصندوق إذن خارج سنقول عنها ظرف مكان لماذا؟ لأنني عرفت منها مكان الكرة إذن هي ظرف مكان وهي مكان تواجد الكرة أن الكرة خارج الصندوق أي مكانها في الخارج طيب لاحظوا الآن مجموعة من ظروف المكان أيضا لاحظوا أمامنا هنا الصورة هذه في الأعلى تدل على البوصلة التي تشير إلى الشمال دائما وتخبرنا عن الاتجاهات شمال شرق جنوب غرب وهذه أيضا ظروف مكان أيضا هذه تعبر عن الموقع طيب عن تطبيق الخرائط تعرفون في الجوال أيضا يخبرنا عن الأماكن طيب هذه الآن صورة الطاولة فوقها كتب إذن فوق هنا ظرف مكان لماذا؟ لأن موقع الكتب فوق هذه الطاولة أيضا هنا البلونة وينها؟ في الأعلى فوق إذن أيضا ظرف مكان إذن ظروف المكان مثل فوق تحت أمام عند خلف شمال شرق هذه كلها ظروف مكان هذه كلها ظروف مكان إذن وهناك أيضا الكثير من ظروف المكان يمين يسار أمام خلف كل هذه ظروف مكان خارج داخل هذه أيضا كلها تسمى ظرف مكان إذن هذه بعض الأمثلة ظروف المكان فوق الكتب فوق الطاولة وين الكتب؟ فوق الطاولة تحت لو كانت الكتب تحت الطاولة هنا سنقول الكتب تحت الطاولة ويصبح تحت كلمة تدل على ظرف المكان أمام عند أيضا ظرف مكان خلف كذلك ظرف مكان شمال جميع الاتجاهات أيضا ظروف مكان شمال جنوب شرق غرب يمين يسار هذه كلها كلمات تدلنا على ظرف المكان تدلنا على ظرف المكان طيب ظرف المكان كلمة تدل على مكان شيء مثل تحت لاحظوا الصورة أمامكم تلاحظون هذه الدمية الموجودة في الصورة أين تقع؟ تحت الشجرة هذه الشجرة والدمية موجودة تحت الشجرة إذن كلمة تحت هي ظرف مكان لماذا؟ لأنها أخبرتنا على مكان هذه الدمية أين تقع هذه الدمية؟ تحت الشجرة إذن هذا ظرف مكان تحت كلمة تدل على ظرف المكان الآن ممكن أن تلاحظوا أمامكم مثلا الكتاب موجود أمام أمام الطالب إذن أمام ظرف مكان أي موقع وجود الكتاب الكتاب فوق الطاولة أيضا هذا ظرف مكان طيب أيضا لاحظوا الآن الدمية وين موقعها؟ الدمية وين موقعها؟ هذه الشجرة أين الدمية؟ أحسنتم فوق إذن فوق ظرف مكان فوق كلمة تدل على ظرف المكان لماذا؟ لأنها أخبرتنا عن موقع أو مكان الدمية إذن كلمة فوق ظرف مكان أين هي الدمية؟ فوق لاحظوا أنني حتى أعرف ظرف المكان سألت بماذا؟ سألت بيدات الاستفهام أين؟ أين هي الدمية في الصورة؟ فوق فوق تقع أمام الشجرة هذه الشجرة الدمية واقفة أمام الشجرة كذلك سألنا عن ماذا؟ عن ظرف المكان بكلمة أين إذن ظرف المكان وظرف الزمان كلمات تدلنا على مكان الأشياء وزمان حدوث الأفعال يجب أن نختار الزمن والمكان المناسب حتى نعرف ظرف المكان والزمان في الجملة أتمنى أنكم استفدنا من الدرس حاولوا أن تتعرفوا على ما كل أشياء في بيتكم فوق الطاولة تحت الكرسي كل هذه فوق تحت يمين يسار عند أمام خلف هذه كلها ظروف مكان كذلك ظروف الزمن هي التي ترتبط بالزمن صباحاً مساعاً عصراً ظهراً ليلاً نهاراً هذه أيضاً كلها ظروف زمن أبناء وبنات الطلاب أتمنى أنكم استفدنا من الدرس شكراً لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته